تفصيلة تانية مهمة بس مش شكلية النهار ده الكابتن حازم إمام ما حضرش المؤتمر الصحفي لتقديم الكابتن إيهاب جلال ما حضرش المؤتمر الصحفي لتقديم الكابتن إمام جلال وكل الكلام اللي في الفترة اللي فاتت بتقول إن الكابتن حازم إمام كان متضايق من تجاهر رأيه بتعيين مدير فني أجنابي المنتخب مصر ودي معلومة مؤكدة إنه هو متضايق وهو كان عايز مدير فني أجنابي معطلد على الكابتن آب جلاب بالمناسبة هو معطلد على فكرة المدرب المصري أو المدرب أجنبي طيب سمعت تصريح قبل ما أدخل على هو أطول من الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قال فيها أن الكابتن حزي إمام ما حضرش المؤتمر الصحفي عشان كان لابس كاجول واللي كانوا موجودين كانوا لابسين فورمال يعني أو أعضاء اتحاد الكورة يعني يعني الله أعلم طبعا الله أعلم يعني طبعا أستاذ جمال علام أولا شخصية محترمة جدا ومهزبة جدا وكل شيء بس السبب مش ممسوك يعني مش ممسوك ما تحسوش يعني سبب مقنع أوي بس تمام تمام المهم كابتن حزي إمام اسم كبير كابتن محمد ببركاته اسم كبير واللي الاتنين بيتولوا ملف كرة القدم في الاتحاد المصري لكرة القدم وبالتالي الأمور لازم تبقى أكثر هدوءا في الفترة اللي جاية بكاتل حزي إمام معروف عنه دائما أنه هو رجل هادي ورجل موزون وكمان إداري ناجح جدا